اتفق المسلمون جميعا جميع المسلمين اتفقوا على أن الذكر الواجب في الصلاة اللهم صل على محمد كل المسلمين شيعا وسنة لابد يقرأ لا يوجد مسلم لا يقرأ هذا الذكر في الصلاة ذكر واجب اللهم صل على محمد وآل محمد من هم آل محمد هنا اتجاهات ثلاثة تجدها بين المسلمين الاتجاه الأول قال آل النبي من اتبعوه يعني احنا كلنا بما أننا نتبع النبي إذن نحن من آل النبي إذن يشملنا تشملنا الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد يشملنا لأننا من آله لأننا اتبعناه هذا الاتجاه يستدل أولا بقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الآية الثانية يقول إذا قرأنا قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آل فرعون من هم؟ من الذين اتبعوا فرعون؟ فعبر عن من يتبع بالآل إذن عندما يقال آل إبراهيم أو آل محمد يعني من اتبع محمد وليس خصوص ذرية النبي هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني يخصصها شوية يقول لا آل النبي هم عشيرته يستندون في هذا إلى ما رواه مسلم في صحيحه في فضائل علي عليه السلام عن زيد بن أرقم سئل زيد بن أرقم من هم أهل بيت رسول الله؟ هل هم نشاؤه؟ قال لا ليسوا نشائه أهل بيته من حرموا الصدقة بعده هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس يعني بن العباس دولة المنصور والرشيد دولة كلهم جنو داخلين في آل النبي زين؟ وآل عقيل وآل جعفر وآل علي كلهم داخلون في قوله اللهم صلى على محمد وآل محمد الاتجاه الثالث والصحيح ما يراه أغلب المسلمين أن المراد بالآل هم الصفوة الخاصة من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله لماذا تفت لي جيدا؟ أولا هناك فرق بين الآل والأهل يعني أنت لازم تعرف الفروق اللغوية والعربية بين الآل والأهل الآهل أهل الرجل أهل بيته غير آله الآهل يضاف إلى الجمان يضاف إلى المكان يضاف إلى النكرات يقال أهل مكة بس ما يقال آل مكة يقال أهل القطيف بس ما يقول آل القطيف يقال أهل القرن الرابع بس ما يقول آل القرن الرابع يقال مثلين أهل رجل بس ما يقول آل رجل آل لا تضاف إلا إلى المعارف شخص معروف يضيف إلىه يقولون آل فلان آل لا تضاف إلا إلى المعارف وتعني كلمة آل من يقول آل من الأول من يقول إلى الرجل جسما وشأنا آله من يقولون إليه يعني يرجعون إليه نسبا لحما دما جسما وشأنا شأنا يعني شنو يعني يمثلونه يكونون امتدادا له يكونون امتدادا له ممثلين له تراجع مفردات الراغب الإصفهاني مجمع البحرين للطريحي تجد أن الآل يختلف عن الأهل لذلك شوف الروايات الشريفة مثلين المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له هل فضل الله عترة النبي على الناس قال بل أبان فضلهم في الكتاب قال أين في الكتاب قال قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ونحن آل إبراهيم وورد عن الإمام الباقر عليه السلام نحن عترته ونحن بقية الآل هذا أولا ثانيا أنت عندما تركز في هالاستدلالات يقول لك الآل من هم قال والله الآل من اتبعوه لأن القرآن يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه طيب أنت عربي ما تفرق بين أولى وبين آل أنا قاعد نتكلم في آل أو نتكلم في أولى أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه لا باش إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي عرفنا من هم الأولى نحن الآن نتكلم عن كلمة آل عندما يقال آل إبراهيم من هم المقصودون بآل إبراهيم إذن الاستدلال بالآية لا معنى له زين تيجي إلى الآية الأخرى قال لك الدليل على أن الآل هو من اتبعوه قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آل فرعون يعني من اتبعوا فرعون هذا أيضا استدلال غلط شلون استدلال غلط أنا الآن أنقل لك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في رد هذا الاستدلال ميسر يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له سيدي نحن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويقول قوم نحن آل محمد قال آل محمد الخاصة من ذريته قلت له فما قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال آل فرعون ذريته لأن الله تعالى يقول وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب من الذي كان يسومهم ذرية فرعون جنود فرعون وقال تبارك وتعالى وأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون إنما عنا ذريته وليس كل من اتبعه يسمى بآل فرعون هذا استدلال خاطئ استدلال يشتمل على مغالطة زين ثالثا من تجي إلى هذا الاتجاه الذي يقول آل النبي هم آل علي وآل عقيل وآل جعفار وآل عباس من حرموا الصدقة بعده إحنا أولا نتكلم في الآل وليس في الأهل وهذه الرواية واردة في تفسير أهل البيت وليست واردة في تفسير كلمة الآن هذا أولا ثانيا عندما يدور الأمر بين زيد بن أرقم وبين النبي أيهما يؤخذ بكلامه يعني هذه يرويها صحيح ابن مسلم عن من؟ عن زيد بن أرقم يعني اجتهاد زيد بن أرقم بينما صحيح مسلم نفسه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جمعهم تحت الكساء جمع عليًا وفاطمًا وحسنًا وحسينًا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ذن يؤخذ بقول زيد بن أرقم أو بقول النبي صلى الله عليه وآله لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام آله من حرم عليه نكاحهم من ذريته وليس آله من حرم الصدقة بعده كآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل مثلاً علي لا هناك جماعة خاصة هم الذين يمثلون النبي جسماً وشأناً وهم آله المقصودون بقوله اللهم صل على محمدٍ وآل محمد